تعالى هفصر لك اكتر الكلام اللي يمكن كنت بقى اتناقش فيه او بتكلم فيه مع زملائي زمان 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 ده امتا؟ زمان ده انا اقدر اقول لك مثلا من سنة 2000 ولا حاجة وقد يكون من قبلها كلام كتير على القاهرة اصبحت مزدحمة مكتضة بالسكان احنا نخشى ان تتحول القاهرة الى ساحة انتظار عملاقة يجب على الدولة والحكومة ان تفكر فيه نقل العاصمة او على الاقل نقل المصالح والوزارات الى مكان جديد راجع ارشيف كل الجرايد الجرايد الملوكة للدولة الجرايد الخاصة الجرايد الحزبية وكله موجود يعني جوجل الحقيقة بينك وما بينه انك تدوس على الزرار كل الجرايد مقالات بتتقال بعض اللقاءات التلفزيونية بتقال الكلام ده ماشي بتيجي الدولة بعد 2014 تشتغل على انه يبقى فيه عاصمة جديدة يا عم هو انت عايز ايه هو مين اصلا اللي بيخترع لك الفكرة بتاعته ولماذا يعني انه يبقى فيه حاجة انت بتطالب بيها فيطلع لك بعد شوية يقولك ايه وليه عملتوها طيب هقولك واحدة واحدة مثلا زمان انا الجيل اللي شاف بالطبع ما نطلق عليه كده وشي كده القطاع العام اللي هو بيشتغل في كل المناح الاقتصادية انا من الناس اللي مبسوط تقومت بالقطاع العام يعني ما عنديش ازمة وانا رجل ابن ناس موظفين بياخدوا المرتب اخر الشهر فانا ابقى مبسوط انه القطاع العام ده بيحمي الطبقة المتوسطة والطبقات الاقل حظة من هذا المجتمع بعد شوية بدأت تحصل ما اطلق عليه زمان حاجة اسمها الخاصة ايام الدكتور عاطف عبيد الله الرحم فطلع ناس كتير جدا من المعارضة انا واهلي منهم على سبيل المثال وانا كنت اشبه عن الطوق فليه بتتعمل خاص خاصة حفظوا على القطاع العام ده مش بس كده ده تقريبا الشارع الصحفي والسياسي كله تقريبا بيتكلم في انه وليه خاص خاصة لازم نحفظ على القطاع العام ولازم نكبر القطاع العام بس علينا ان نعيد هيكلة القطاع العام ده يبقى حديث يبقى ندرب الكوادر البشرية اللي فيه اجدد المكان بتاعه اشتري مكان جديد وهكذا فحفظ على ده لانه ده الحماية الحقيقية للمجتمع والحماية الحقيقية للطبقاء الوسطى والطبقات غير المحظوظة ما بين قصير قد تعتبرها في بعض الاحوال لم تكن سعيدة طيب بعد شوية نبدأ ناخد بعضنا ونكمل طيب يلا بينا نشتغل بالقطاع ما هو قالك بقى جماعة حفظوا على القطاع العام فاشتغلوا بالقطاع الخاص فاشتغلوا بالقطاع الخاص بعد شوية نلاقي انه الدولة بتساعد قدر الامكان الناس انها تعيش يعني لما يبقى فيه عندي كان الحاجات او شركات الاخ او منشآت هي مملوكة للدولة خد بالك مملوكة للدولة على اختلاف القطاعات المالكة لها تشتغل مثلا فيه الرقعة الزراعية تشتغل فيه الاستزراع السمكي تشتغل فيه مصانع كذا تشتغل فيه بنابيوت كذا وتقدم اسعار منافسة جدا بحيث انك تقدر تستفيد منها او بالاضق السواد الاعظم القطاعات الاوسع في هذا المجتمع تقدر تستفيد فيروح طالع الناس ولماذا تتدخل الدولة في الاقتصاد ارجوكم لا تتدخلوا في الاقتصاد فتبدأ الدولة تشتغل على دعم القطاع الخاص والاستثمار المحلي والعربي والاجنبي وتبدأ توسع من نشاط المستثمرين على القطاعات او في الشرائح التلاتة او في التصنيفات التلاتة مصري عربي اجنبي فيروح وطلعينه يقولك ايه ولماذا تعرض الدولة حصص وليه في طروحات وعلشان ايه ماله القطاع العام طيب ممكن تقول لي مين المستفيد ورا حالة البلبلة الفكرية اللي طول الوقت قاعدة بتشككها في اي خطوة انا بقولك ده من واقع اللي بيحصل من 98 لحد هذه اللحظة وانا محدد من 1998 حتى هذه اللحظة مين اللي مستفيد منهم من ده طيب سيبك من زمان طيب وبعد 2014 مين اللي مستفيد من التشكيك المستمر مين المستفيد من التشكيك المستمر ان دولة بتستثمر في شركتها وبتكبرها عشان تحمي اكبر قدر ممكن وهي من البداية عارفة انها بتكبر الشركات وبتطورها وبتحدثها علشان خطر بقى هذه الشركات جاذبة للاستثمار فتبدأ تدخل معها شركاء نجاح دي الخطة من البداية وانت دخلت شركاء نجاح ليه مين قال انهم شركاء نجاح لطول الوقت هو مفيش مستفيد على الاطلاق من حالة التشكيك المستمرة غير عدو هذه الدولة مبثل فيه حاجة اسمها تنظيم الاخوان تنظيم الاخوان ده بقى بمنبثقاته الفكرية الكتير جدا واشكانه المختلفة الله طيب احنا كمجتمع للأسف الشديد بنستقبل ايه بستقبل اخر حاجة اه صحيح هم ليه يا جماعة بيعملوا طروحات الله بش انت اللي قلت بتيجوا نعملوا طروحات ونسمح للقطاع الخاص والاستثمار ان هو يخش اكتر مش انت اللي بتطلب بدا مش انت اللي بتدفع دفعا في دا مش انت اللي بتقول يلا بينا نوسع حجم التدفقات الاستثمارية اللي داخل مصر طب انا بقولك ان دي خطتي من البداية بنجح شركات عشان اطرح منها نسب فنبقى شركة مع بعض وابقى دخلت استثمار اجنابي مباشر او استثمار محلي مباشر يزود من حجم استثماراته داخل البلد ده منتهى البساطة طب انت سايب نفسك للاخوان ليه ليه قول لي سبب واحد طب بعد اللي انا قلته لك قادر انك تستوعب عمليا انه ايوة بكل الناس اللي بتحاول تقنعك ان مفيش مؤامرة اللي هيقنعني ان مفيش مؤامرة يبقى هو اللي متأمر بصراحة الاسكندر الاكبر جي مصري بمؤامرة اما الجي بايه يعني جاي محبة كان جاي حجة عندنا فقعد هو واصدقاؤه عملوا مؤامرة لاحتلال هذا البلد فجم بعد شوية الطلاينة جم بمؤامرة طبعا اما البايه يعني ترجمة نانسي قنقر